هناك مشكل كبير للروائح كاريهة اللي غداو كتفاقم بحيث كنا هذه واحد السنة أو قبل كنشموها مرة مرة مكيكونو دي كونو 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 دي خصوصية كتشمها وكنا كنشموها في واحد الوقت معين صباح بكري بعد المرات بالليل ومع الوقت والله الفريقونسي لهذا الشيء غداو كتكسرب وانينا كنشمو الرائحة اليوم دابا كنحضر على الموضع تقريبا يوميا وموقعش كتشم غير باللي وكتشم حتى بالنهار بعد أحيان أما بالليل دابا بصفاء كازيمن دائما ذلك بالنسبة الناس اللي كيفيقوا في صفح بكري كيشموها اللي كيخرجوا كمشوا المساجد كيشموها اللي كمشوا وديروا الرياضة ديالهم كيشموها هاد الاشكالية ديال الروائح الكريهة والليس شيء اللي هو مقلق ومزعج للراحة ديالناس وكيشكل واحد نوع ديال الخطورة نعم مشي الخطورة على الصحة لأنه ممكن ما يكونش هناك ارتباط ما بين الرائحة وما بين يعني المواد اللي كتشم وليني كان هناك يعني واحد الضغط نفسي على الناس لما ممكنش تحل الشرجم كتشم رائحة الكريهة ما ممكنش تدير سبور ديالك أوليدات كتا هما كيخرجوا في الصباح غادي لاندراسة كيشمو ذاك رائحة الكريهة وهذا شيء على نطاق المدينة كلها هذه خمسة يام كنقرف المعارف ووصلات الرائحة كاليفورني مش حال دياموكيتش والأحياء اللي ضايرة كلها مديونة هذي مدة هما مساكن كايشين وكيشمو هذا الروائح الكريهة وضربوا عزة حتى باولات الروائحة كتوصلتها لضربوا عزة إذا هناك إشكالية كبيرة ديال متعلقة بالروائح الكريهة لذلك يجب أن نعرف أولا المصدر ديالها لأنه باقي ما كان هناك مسائل هي مؤكدة لجنتين اللي خرجت من مجلس المدينة وعبروا بواحد الاربعاء ديال الكمبوزان وقال لك لا ما كان هناك خطورة على الصحة إذا أعتبروا بأن الإشكالية من مجلس المطرح ديال المدينة نحن كسكان نطرحوا السؤال نحن لا نتهمه نحن لا نعرفه الحقيقة إذا لم يكن المطرح هذا السؤال بديهي رغم أننا مقتنعين كسكان أن المطرح ديال المدينة يشكل وهو الرائحة الناس مقتنعة بها بمئة ثمئة ونحن نطلب من مجلس المدينة إلى مكان الشهن هل هناك دراسة بيئية متعلقة بالمطرح المدينة لا نتهمه ونحن نتهمه ونحن نتهمه ونحن نتهمه في فرنسا هناك دراسة بيئية التي تتعلق بالرائح ونحن نتهمه لا نتهمه ونحن نرى هناك إشكالية الرائحة الموجودة في مطارع العالم كلها وهناك دراسات بيئية وهناك حلول التي تدرسوا سألوا الناس المسؤولين على المطرح ما هي الحلول وهناك دراسة بيئية أم لا إذا كانت دراسة بيئية لا كانت دراسة بيئية كان هناك خبراء مغربيين مرحبا بهم لا كانت خبراء مغربيين ونحن نحن نجد دراسات مخصصة فهذا تدريد ذلك وهناك دراسة ونرى خمساة مغربيين جداً أكثر من خمساة اربعة أو ثلاثة ونحن نحن نعبرها في وقت معين ونحن نحن 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 لدينا اسم الإنسان في بعض أقصال الروائح الإنسان في الأن الفتر تركت الروائح في الأن الفتر دائما يتحدثون في أخرى في أدينا الأنف الإلكتروني وهذا الأطلال الأنف نطلب بلسولدات الضوات يتحدثون بأسيارات إتصالنا لبلد إتصالنا للمجرب إذا كان هناك تلك ميزاة في المغرب يجبون أن الناس يطلقوا يلعون الإنسان ستعرف مستقبلا في القريب العاجل كيف سنحبسوه نرى مجلس المدينة يقول لك كين هناك ربما كين هناك واحد يعني ديزيزين عشوائيين كي حرقوا الباترياس ولي نفرد لي نفرد يجب عليهم مطالبات المعنية بالأمر وبالصحافة وانه السلوتات المعنية لكن هذا شيء undراء كين هنالسكان عادتكم لكن السمدى لا نعرف مكان لنعرف مكان それ سوف يتفق استصح WrestleMania na loria او Geez و Perliakata ثلاث شهور نرى ثلاث شهور دبا ولا يوميا دبا ما تخرجون تشوفوا في الغيزو سوسيو يوميا هذا الإشكالية نطروح كثيرا تلت شهور باش ولا المشكل ما تطروح تقريبا يوميا نطروح على مدة تلت شهور يعني ما كان نهار لي ما غير نطروح على هذا الموضوع عده عدنا انجروب واتزاب في الإقامة التي نسكنوا فيها فيها تلتميات الواحد هذه الإشكالية نطروحها يوميا كيفيك واحد في الصباح يقول لكم الشميتي وهذه الريحة الكريهة واحد اخر واحدة في الصباح والشميتي وهذه الريحة الكريهة ولبن نهار هذه المبيعات منين مجي على المطرح دبا ديوناني كان نشوفه كان نشوفه الطريقة للطمر كيف يشكينا كل شيء يعرف أنها هي البيوغاز البيوغاز معناه أنه ميكانجي ونلوحوا الكاميرات ونطروعهم لكوش ديوناني أن الأرض تنفس من بعد ثلاثة الأسابيع أو أربعة الأسابيع يخرج هذا البيوغاز البيوغاز فيه الرائحة يخرج كيفيك الحاجة الثانية وهو لدي شي فخي لدي شي فخي راكدوز حدا كميوت الزبال كتشموك وهذا كميوت الزبال ما يتكب يخرج الرائحة ديوناني يخرج رائحة ثم إشكالية الإكسيبيا والإكسيبيا سيكون أحواض كبيرة مجهود 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 أنه يدروا بصان لتفادى وأن هذا العصير لا يدخلش لا يمشيش في خياتك مجهود مجهود لأن هذا الشراء قريب يفض وفي نهاية الوزين اللي كانت مرتقبة أنها تعلج الإكسيبيا لا يمشيش في خياتك والأكثر من ذلك هؤلاء البصان عشوائيين يخرجون تحت الأرض ومشاو الجيال أخرى اللي هما غادين منهم الأرض إذن كالقاو ديشارج كونتخولي اللي فيها الإكسيبيا كونتخولي اللي قاو في الجيال أخرى وهاد شي ملانجي كله فيه إنبيعاتات 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 وغيره كيكبر وهذه الإنبيعاتات نطالبو بدراسة بيئية اللي عتخذ الوقت اللي عتخذ الوقت نشوفوا دراسة بيئية ثم بجانب هاد شي ما هي الحلول المرتقبة للساكنة الضالبدة لكي هاد المشكلة هاد يتعلج وغيرتعلج كنضم حتى الطريقة للعلاج دياله خسنا نبدلوها لأنه ما غد يمكنش نبقاو في هاد سميتول الوقت كيدوز والمشاكل كالتفاقم والروائح كالتفاقم غادي يجي واحد الوقت ما هاد تقاش تشم الريحة فضل بدخس عندن خرجوا بلي ماسك ما غادي يمكن شاي ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا